السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اول رؤية معنا وهي رؤية اكل صدور الدجاج هذه الرؤية طبعا الكلام بصفة عامة الا اذا جاءت رؤية خاصة بشخص بعينه متزوج او مطلقة او ارمالة او رجل متزوج هحدد لكن طالما بتكلم بصفة عامة يبقى الكلام للكل فرؤية اكل صدور الدجاج تدل على السفر رؤية الجلوس على السجاد تدل على السفر رؤية شراء العطر تدل على السفر رؤية بلورات النجفة تدل على السفر وان كان بلورات النجفة من الرؤى اللي ليها اكثر من معنى لكن من ضمن معانيها السفر رؤية الصندوق الخشبي للمرأة دون الرجل فالصندوق الخشبي للمرأة بصفة عامة اي امرأة تدل على السفر رؤية استخراج اللؤلؤ من البحر تدل على السفر رؤية الثوب المطوي تدل على السفر رؤية الفندق المجهول تدل على السفر رؤية الفيضان ولكن فيضان المطر لان فيه فيضان بحر فيه فيضان نهر فيه فيضان مطر ففيضان المطر تدل على السفر رؤية اللوز اللوز معروف اللوز هو نوع من انواع المكسرات المسليات اللي هي بتبقى بالثمن غالي فاللوز رؤيته تدل على السفر ايضا من الرؤى التي لها اكثر من معنى من ضمن معانيها السفر وهي رؤية الجار رؤية جاري تدل على السفر رؤية البيت الغريب ولكن هذا البيت جميل هيئته جيدة هذه الرؤية تدل على السفر رؤية السلم الكهربائي تدل هذه الرؤية على السفر اخر رؤية معانا وهي رؤية واخز الابرة او زي ما بنقول باللهجة المصرية شكة الابرة هذه الرؤية تدل على السفر تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته